يتواصل القتال في إدلب على محاور وجبهات عدة المرصد السوري لحقوق الإنسان وصف القتال بالعنيف بين هيئة تحرير الشام من جهة وفصائل حركة أحرار الشام وسقور الشام من جهة أخرى في القطاع الجنوبي من ريف إدلب والقطاع الشمالي من ريف حمى ورصد تقدماً لهيئة تحرير الشام خلال هجومها الذي بدأ فجراً وسيطرتها على عدة بلدات محاذية لمناطق سيطرت قوة النظام قتال يتصاعد بعد وصول قفلات من المهجرين قصراً من مناطق استعادة السيطرة عليها مؤخراً قوة النظام ردة فعل سكان إدلب كانت تظاهرات تجددت وجددت فيها رفضها للنظام وللحركات التي وصفتها بالمتطرفة فمنطقة إدلب الواقعة في شمال غرب سوريا تشكل أكبر منطقة سكانية لا تزال تحت سيطرة قوات المعارضة وقد استقبلت في السنوات الأخيرة عشرات الآلاف من المقاتلين والمدنيين الفورين من مناطق استردها الجيش بمساعدة روسيا وإيران فتهجير الغوطة الشرقية أو ما سمي باتفاق لمغادرة المدينة كان الحلقة الأخيرة في مسلسل التهجير الذي أسماها النظام اتفاقات مصالحة ووصفته منظمة العفو الدولية بعمليات الرحيل أو الموت وأسماها المبعوث الأممي استفان دوميستورا باستراتيجية التهجير القصري في مايو 2014 بدأت مغادرة المقاتلين من حمص لتنتهي في مارس ومايو 2017 غسطس 2016 مغادرة مقاتلين معارضة من دارية باتجاه إدلب ديسمبر 2016 مغادرة مقاتلين معارضة من حلب يناير 2017 مغادرة مقاتلين معارضة من وادي بردة أيضا باتجاه محافظة إدلب إبريل 2017 مغادرة مقاتلين معارضة من مضايا والزبداني والفوعة وكفرية مايو 2017 مغادرة المدنيين والمقاتلين من برزة والقابون وتشرين نحو إدلب وجاءت الغوطة الشرقية في المرحلة الأخيرة من مسلسل التهجير باتجاه إدلب ما دفع وزير الخارجية الفرنسي جانيف لودريان إلى التحذير من وقوع كارثة إنسانية في هذه المدينة التي يسيطر عليها حاليا مقاتلو المعارضة وتوقع أن تكون الهدف التالي لجيش النظام السوري تحذير كان أطلقه مسؤولون في المعارضة المسلحة إذ أعربوا عن خشيتهم من وقوع مذبحة في إدلب تحذيرات انطلقت بعد إعلان مساعد المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي من العاصمة السورية التي زارها الخميس وقال إنها قد تكون الهدف التالي وحث النظام السوري إلى توجه إلى محافظة إدلب بالتحديد شرق نهر الفرات حيث القوات الأمريكية والقوات الكردية